بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس أهمية أذكار الصباح والمساء وقبل أن نبدأ في هذا الدرس دعونا نستمع أولا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام معرفة أهمية أذكار الصباح والمساء أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة أهمية أذكار الصباح والمساء ثانيا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة أذكار الصباح والمساء وثالثا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة الأسباب التي تحميك من الشر والأذى وبعد أن استمعنا وتعرفنا على الأهداف دعونا الآن يا أبطال ننتقل إلى درسنا وأريد منكم فتح الكتاب على صفحة خمس وثلاثين وهنا يا أبطال نستمع سويا إلى هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء إذن هذا الحديث يا أبطال أرشدنا إلى ذكر مهم من أذكار الصباح والمساء نقوله في الصباح ثلاث مرات وفي المساء كذلك ثلاث مرات إذا قلناه بإذن الله لن يضرنا شيء بإذن الله تعالى إذا قلناه في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات ما هو هذا الذكر؟ هو أن نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذن نحفظ هذا الذكر جيدا لأنه بإذن الله يحفظك الله سبحانه وتعالى إذا التزمت على هذا الذكر الآن يا أبطال نستمع إلى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إذن يا أبطال هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لدغته عقرب وكان يشتكي من شدة الوجع والألم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك قلت حينما دخل عليك المساء يعني حينما غربت الشمس وبدأ الليل لو أنك قلت هذا الذكر وهو أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك هذه العقرب بإذن الله تعالى إذن ماذا استفدنا من هذا الحديث أنه عند حلول المساء نقول هذا الذكر ونردد ونكرر هذا الذكر فنقول أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق أحسنتم وبارك الله فيكم ننتقل الآن إلى معاني الكلمات عندنا يا أبطال الكلمة الأولى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ما معنى هذا أو ما معنى هذه الكلمة أو هذه العبارة معناها أستعين بالله وأحتمي وأتحصن من كل سوء ومكروه فأنا أستعين بك يا الله وأحتمي بك وأتحصن بك من كل سوء ومن كل مكروه ما لقيت من عقرب هذا قول الرجل ما لقيت من عقرب يعني ما أصابني من شدة الوجع بسبب لدغة العقرب ما أصابني من شدة الوجع بسبب لدغة العقرب لدغتني يعني اللدغ هو العظ يعني عظتني هذه العقرب كلمات الله يعني كلام الله سبحانه وتعالى الآن يا أبطال ننتقل إلى فوائد الحديث في صفحة 36 من فوائد الحديث الأسباب التي تحميك من الشر والأذى نوعان يعني هناك أسباب تحميك من الشر وتحميك من الأذى وهذه الأسباب يا أبطال نوعان النوع الأول أسباب مادية أسباب مادية مثل ماذا الأسباب المادية مثل أخذ الدواء عند المرض إذا مرض الإنسان تعب الإنسان هل يجلس ولا يأخذ الدواء أو يأخذ الدواء أحسنتم يأخذ الدواء لكي يشفى بإذن الله تعالى الدواء سبب للشفاء الشفاء من الله ولكن الدواء سبب بإذن الله في الشفاء إذن مرض الإنسان وقال له الطبيب خذ هذا الدواء فيأخذ هذا الدواء فيأخذ هذا الدواء هذه من الأسباب المادية أيضا من الأسباب المادية مثل الاحتراز من البرد بلبس الثياب الشتوية بلبس الثياب الشتوية إذن إذا دخل الفصل الشتاء فنلبس الثياب الثقيلة الثياب الشتوية حتى نتدفى ولا يدخل فينا البرد فنمرض إذن هذه من الأسباب المادية هذا النوع الأول يا أبطال السبب المادي الثاني السبب الشرعي هناك أسباب شرعية مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن نقرأ آية الكرسي نقرأ صورة الإخلاص قل هو الله أحد نقرأ قل أعود برب الفلق نقرأ قل أعود برب الناس هذه بإذن الله تحمي الإنسان من الشر والأذى كذلك المحافظة على أذكار الصباح والمساء مثل ما أخذنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أو مثلا أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه من أذكار الصباح والمساء التي تحمينا بإذن الله تعالى الآن يا أبطال نريد هنا أن تساعدوني في الوصول إلى الجواب الصحيح تقول البطاقة من الأسباب التي تحميك من الشر والأذى أسباب مادية هل العبارة صحيحة أو خاطئة؟ نقول أحسنتم نعم العبارة صحيحة فإن من الأسباب التي تحميك من الشر والأذى أسباب مادية كأخذ العلاج عند المرض أو أخذ الدواء عند المرض أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم وأشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أريد منكم الاطلاع على هذه التوصيات والعمل بما تتضمنه من توجيهات وتوصيات شكرا لكم إخواني وأخواتي شكرا لكم أبنائي وبناتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته